السلام عليكم و اهلا بكم و مع درس جديد من دروس صف رابع لفداني. في درس النهاردة بنتكلم على adding and subtracting fractions with different denominator. كنا اتكلمنا قبل كده عشان نقدر نعمل adding and subtracting لازم يكون الديناميناتر زي بعض. انما المرة دي انا بتكلم على two denominators الاتنين مختلفين. عشان نقدر نعمل adding and subtracting للشارط الاساسي ان الديناميناتر يكون زي بعض. لو كانوا مختلفين يبقى لازم نعمل common denominator. عشان نقدر نعمل common denominator ومحتاجين نرجع مع بعض ال prime numbers وال prime factorization والlcm. طيب تعال نشوف مع بعض وكننا بنعمل ايه? اول حاجة ابتدي بها ابتدي بال prime numbers. ال prime numbers لو انت فاكر النمبرز اللي كان ليها two factors بس. يعني ايه? يعني النمبرز لو انا حبيت ان انا ضل على هالفاكتورز بتاعتها. ال two numbers اللي عملهم times. هيكون one way itself بس. زي مين? زي 2. زي 3. زي 5. وال7. 11. 13. 17. 19. and so on. يبال prime numbers. the number that has only two factors. one and that's all. طيب prime factorization. ال prime factorization اللي هي convert the number. او rewrite the number. as a product of prime numbers. يعني ايه بردو مش فيه. لما كنت باقي اقول لك اعمل prime factorization او اكتب find the prime factorization of four. فكنت بتقولي نعاوز two numbers اعملهم times يبقوا four. فاللي هي كانت two times two. فمعنى كده انا اقدر اكتب الفور ان هي عبارة عن two times two. انا كان عندي two ده prime number وبرضو two ده كان prime number. طب لو انا كنت بقول لك ال eight. فتقولي ان ال eight دي عبارة عن four times two. انا الفور ده مش prime number. بني بقى نكمل معاه. فنقول عندنا ان الفور ده اللي هو equals two times two. التو عندي prime number كنا بنكتب كل prime number جوا circle. واقول ان هو equals. انا عندي ال eight دي اللي هي equals two times two times two. يبقى انا كده كتبت ال eight عندي في صورة prime numbers. يبقى احنا كده افتكرنا prime factorization. طيب تعال نشوف ال lcm. لما كان بيقولي هنا find the lcm of each of the following. ال lcm وليكن عندي الاول سؤال بقول لك انا عاوز lcm لل six وال nine. فكنت بتقولي ان ال six دي هي عبارة عن two times three. يعني نقدر نقول دلوقتي ان ال six دي عبارة عن two times three. طب تعال نجيب ال nine. ال nine دي اللي هي عبارة عن three times three. فكان عندي هنا three وthree الاتنين دو prime numbers. فكنا بنكتب ال nine كده ونقول ان هي عبارة عن three times three. لو فاكر ان انا كنت بقول لك ما تكتبش number two numbers مختلفين تحت بعض. لازم نكتب ال numbers اللي زي بعضها تحت بعضها. وكانت بقى جاي اقول لك دلوقتي ال lcm اللي هي عيقل. من كل صف عندنا بنكتب منه رقم واحد بس. الثري عندي هنا بنقول له time three. يتبقى عندي هنا ثري بنقول له برضو time three. فيبقى عندي two time three equal six time three equal zero. يبقى ال lcm دلوقتي يبقى عندي equals eight. تاني. لو انا بقول لك انا عاوز ال lcm ولياكون لل two and seven. فبتقول اني two دي prime number. وال seven برضو prime number. فيبقى الفاكتورز لل two هي two. والفاكتورز لل seven هي seven. يبقى لو انا عاوز ال lcm كل اللي انت هتعمله هتقول لي هنا two. نكتبها. times seven. بقت equals fourteen. كده احنا راجعنا مع بعض يعني ايه كلمة prime numbers و prime factorization والlcm. طيب تعال نشوفها نستخدمه ازاي في درس النهاردة. في درس النهاردة باجي اقول لك find the result of each of the following in the simplest form. وطالب مني هنا one over three plus three over four. عشان نقدر نعمل adding and subtracting لازم اللي اتنين يكونوا common denominator. فكل اللي انا بعمله هجيب ال lcm منها. انا عندي هنا three مقدرش اخليها four ولا الفور اقدر اخليها three. يبقى نبدأ نجيب ال lcm. انا عارف ان three دي اللي هي equals three لانها prime number. طيب والfour. الفور لو جيت عمل لها prime factorization هلاقيها equals two times two. يبقى معنى كده عشان نجيب ال lcm. هنكتب three times two times two. من كل صف نختار من واحدة. يبقى three times two equals six times two equals twelve. يبقى ال lcm دلوقتي يبقى عندي equals twelve. وبعد يكن اقول له twelve divided by three equals four. four times one equals four. twelve divided by four equals three times one equal three. يبقى انا كده الديناميترو زي بعضه نكتبه ونعمل adding in the numerator. يبقى one over three plus one over four equals seven over twelve. هي دي فكرة ال lcm اما عندنا. تاني. one over four plus one over eight. لو خدت بلك انا قدر احول للfour اخليها eight. ان انا اعمل هنا للone multiplied by two. وهنا الone برضو multiplied by two. يبقى one times two equals two. four times two equals eight. plus one over eight زي ما هي. يبقى لو انا قدرت اخلي الديناميناترو زي الاثنين زي بعض من غير ال lcm خلاص الموضوع بقى وصيد. ما كانش يبقى لازم نجيب ال lcm. نكتب الديناميناترو زي ما هو ونقول له two plus one equal three. تاني. عندي two over three plus three over four. اتفقنا عندنا ان ال three ده عندي هنا. فيبقى الفاكترز عندنا three. الفور اللي هي كانت two times two. احنا بعد كده من كتر الحل هنكون عارفين ال prime factors للنمر. فيبقى عندنا هنا ان ال lcm. الصف ده ناخد منه three. الصف ده كله على بعضه ناخد منه two. الصف ده ناخد منه two. فيبقى عندي هنا equals 12. يبقى lcm عندي 12. يبقى انا هكتب هنا 12 plus 12. 12 divided by three equals four times two equals eight. 12 divided by four equal three times three equals nine. بقى ايقوز. eight and nine seven equals seventeen. over twelve. انا عندي كده النمراتور اكبر من ال denominator. يبقى لازم نكتبه في صورة mixed number لان ده كده improved fraction. عشان نكتب صورة mixed number اتفقنا في الدرس اللي فات ان انا كنت بقى عمله long division. فكل اللي ههعمله هنعمل ال long division هنا. في الدرافت عندنا 17 over 12. ونكتب ال time table 12 هنلاقي عندنا 12 times 1 equals 12. by subtract equals 5. يبقى عندي هنا ال quotient equal 1. ورميندر 5. وال denominator بينزل زي ما هو اللي هو 12. لو حد مش فاكر ازاي احنا بنحول ال improver fraction لميكسد number. هي قدر يرجع للدرس اللي فات. تاني عندي 7 over 8 plus 5 over 6. احنا قلنا عندنا ان ال 8 دي اللي هي عبارة عن 2 times 2 times 2. وال6 عندي اللي هي 2 times 3. فباكتبي 2 تحت 2. وال3 اكتبها بقيت. يبقى معنى كده ان ال lcm الصف بتاع 2 ده نكتب منه واحد. times 2 times 2 times 3. 2 times 2 equals 4. times 2 equals 8. times 3 equals 24. يبقى الانصر عندي دلوقتي احنا لازم نكون حفظين ال time table. يبقى 24 divided by 8 equals 3. 3 times 7 equals 21. تاني. 24 divided by 6 equals 4. times 5 equals 20. يبقى الدي نميتر زي بعض وباكتب 24. وبعد كده 21 plus 20 equals 41. نعمل عندنا هنا long division عشان نحول لميكس ال number. 41 وهنا 24. 1 times 24 equal 24. by subtract it will be equals 17. يعني معنى كده ان ال whole number هيكون 1 والرميندر عندي 17 over 24. لازم الرميندر يكون اصغر من الديناميناتر. هي دي فكرة ازاي ان احنا نقدر نعمل adding the two numbers الاثنين with different delimiter. طب لو كان السؤال عندي minus. نقدر نحل ازاي. question number nine بيقول لي one over three minus one over five. بنفس الطريقة انا هكتب prime factors. انا عارف ان الثري دي اللي هي equal three لانها prime number. والفايف برضو prime number فبكتب الفايف ما نكتبش الاثنين تحت بعض. يعني معنى كده ان ال lcm هيبقى equals three times five اللي هو equals fifteen. يبقى انا هعمل هنا common denominator equals fifteen. 15 divided by three equals five times one equals five. 15 divided by five equals three times one equals three. يبقى انا عندي هنا five over fifteen minus three over fifteen. five minus three equals two. over fifteen زاي ما هي. تاني. one over four minus one over five. انا عارف ان الفور دي اللي هي عبارة عن two times two. والفايف لانها prime number فبتكون equal five. من كل صفة عندي هنا بناخد منه number واحد بس. والتو عندي هنا كمان مرة. والفايف. two times two equals four. times five equals twenty. يبقى lcm بقى عندنا الواتي equals twenty. نكتب الديناميناتور twenty. twenty divided by four equals five. times one equals five. twenty divided by five equals four. times one equals four. او نقدر نقولها بترية تاني. four times كم equals twenty. four times five. يبقى زي ما عملنا هنا times five برضو هنعمل ال one times five. one times four equals four. الديناميناتور زي بعضها بنكتبها زي ما هي. five minus four equals one. يبقى انا كده اقدر تعمل adding and subtracting to two fractions with different denominator. والليكن السؤال عندي هنا كمكسد نمر. انا عندي هنا اكتر من طريقة نقدر نعمل بها adding and subtracting المكسد نمر. فمن الطرى اللي احنا نقدر نعمل بها adding and subtracting من غير ما نحولها الفراكشن. اننا هعمل ال whole number مع ال whole number والفراكشن مع الفراكشن. بس تعالنا اتاكد الاول ان ال الديناميناتور زي الديناميناتور. فانا عندي هنا الديناميناتور two والديناميناتور four. اللي اتنين different denominator. يبقى لازلنا خليين common denominator. فانا عندي هنا. two اللي هي عبارة عن two. والfour اللي هي equals two times two. يبقى عشان نجيب ال L C M. التو عندي اكتبها times كمان مرة two. بقت equals four. يبقى انا بكتب ال whole number زي ما هو. والديناميناتور عندي هنا four. فهيبقى انا عندي هنا four divided by two equals two. plus one equals two. four divided by four equals one. times one equals one. equals. نعمل adding in the fractions. two over four plus one over four اللي هي three over four. two plus three equals five. يبقى الانصر عندي هتكون five and three over four. تاني. انا موجود عندي هنا six and one over seven. plus seven and one over seven. نفس الكلام انا عارف ان six دي اللي هي عبارة عن two times three. والseven اللي هي لانها prime number فهتكون seven. فيبقى انا عندي هنا الصف ده اخدت منه two. وهنا اخدنا three times seven. two times three equals six times seven equals forty two. يبقى انا بكتب ال whole number زي ما هو. الديناميناتور بس هو اللي بتغير. الديناميناتور هيكون عندي هنا forty two. forty two divided by six equal seven. times one equal seven. forty two divided by seven equal six. times one equal six. يبقى انا عامل fraction مع fraction. seven plus six equal 13 over forty two زي ما هي. seven plus six equal 13. يبقى الانصر عندي هتكون 13 and ثرتين over forty two. في question number nineteen بنفس الطريقة. انا عارف ان six اللي هي equal two times three. وعارف ال nine اللي هي three times three. ده فأنا ما بنكتبش two numbers مختلفين تحت بعض. عشان كل ما اجي اختار يكون عندي هنا numbers اللي زي بعضها تحت بعضها بنختارها مرة واحدة. فبنقول عندنا هنا ال lcm line ده في two بس فبكتبها مرة واحدة. هنا three كمان مرة. هنا كمان three. فيبقى عندي هنا two times three equals six times three equals eighty. يبقى عندي هنا lcm equals eighty. فيبقى two زي ما هي. ونكتب هنا eighty. eighteen divided by six equal three times five equals fifteen. eighteen divided by nine equals two times eight equals sixteen. ونعمل adding للfractions. طب ما انا عندي هنا. fifteen plus sixteen equal thirty one. thirty one over eighty. وهنا عندي هنا two plus هنا مفيش اي هول number يبقى بكتب two. طب ما انا عندي هنا ده improver fraction thirty one over eighteen. يبقى نحوله عندنا الفراكشن. فانا بقى عندي ده الواتي. thirty one over eighteen times one equals eighteen. by subtract it will be equal thirteen. يعني انا عندي هنا two زي ما هي. plus thirty one over eighteen ده هي عبارة عن one whole number. لان الهول number كان one. والرماندر كان عندي ثرتين over eighteen. نعمل two and one equal three. يبقى three and thirteen over eighteen. تاني. عندي two and one over two. plus four over five. التو عندي الفاكتور زي اللهب two. والفاكتور زي اللهب five. يبقى نجيب اللي سي ام. هيكون two times five which equals ten. بنكتب الهول number زي ما هو. والدينامناتر عندي اللي هو اللي سي ام. ten divided by two equals five. times one equals five. ten divided by five equals two. times four equals eight. وعلو equals. five plus eight equal thirteen. over ten. وهنا بنكتب الفاكتور زي اللهب two. لاني two plus هنا مفيش هول number equals two. الثرتين over ten. ثرتين اكبر من التن يبقى كده امبرو افراكشن يبقى لازم نحول عندنا المكسد number. فنقل له equals. ادي two زي ما هي plus. ثرتين. يبقى عندي هنا ثرتين وهنا ten. ثرتين divided by ten equals one. لان one times ten equals ten. by subtract it will be three. يبقى بنكتب الهول number. ولمندر. three over ten equals. two and one equal three. and three over ten. يبقى كده فكرة ان انا بعمل adding ل two mixed number. نفس الطريقة لو انا عندي هنا two mixed number وعاوز اعمل لهم سبتراك. برضو لازم اعمل common denominator. فتعال نشوف عندي هنا الثري اللي هي كانت equal three. والfour اللي هي equals two times two. زي ما قلتلك قبل كده من كتر الحل هتكون عارف هنا prime factors اللي هي الموجودة عندك. فالثري موجودة زي ما هي والتو. والتو كمان مرة. يبقى three times two times two equals twelve. بنكتب الهول number زي ما هو. اللي هي اعمل الجديد over twelve. twelve divided by three equals four times two equals eight. twelve divided by four equal three times one equal three. ونبدأ نعمل منس. eight minus three equals five. ببقى five over twelve. four minus two equals two. يبقى الانصر بقت عندي two and five over twelve. تاني. nine and three over seven. minus four and one over six. لما نجيب الLCM هنلاقي عندنا هنا بقى equals forty two. ببنا هكتب ال42 زي ما هي. 42 divided by seven equals six. times three equals 18. 42 divided by six equals seven. times one equals seven. بقى equals. 18 minus seven equals nine. ببنا nine over forty two. وانا nine minus four equals five. question number twenty six. انا عندي هنا whole number بس مفيش fraction. minus fraction. دي نعملها ازاي. قال الموضوع بكل بساطة نقدر نعمل بورو وان من الهول نمبر وناخده ازا fraction. يعني ايه برضو. يعني انا عندي هنا لو انا عملت بورو وان من الفل سيفن هتبقى six. ويتبقى fraction عندي. الفراكشن اللي انا عاوز ده لازم يكون الديناميناتر له نفس الديناميناتر التاني. فيبقى seven over seven. تاني. انا عندي هنا seven. ليه equal six and seven over seven. عملنا ايه عملنا بورو وان. يبقى انا اخدت وان هنا من الهول نمبر بقى six. والوان اللي انا اخدته ده احنا اتفقنا ان الوان ده نقدر نكتبه one over one two over two three over three. ايا كان. بحدد على حسب الديناميناتر التاني. minus one over seven. هتبع ايه. بكتب seven over seven. minus one over seven. ليه six over seven. six minus zero equals six. يبقى الانصر عندي بقى six and six over seven. ثاني. لو انا كان عندي one and one over two. minus three over four. نعمل common denominator هيكون الديناميناتر عندي هنا four. بنكتب one وهنا four minus four. four divided by two equals two. times one equals two. four divided by four equals one. times three equals three. طب ما انا كده ما اقدرش اعمل two minus three. لما كنا ما نقدرش نعمل minus لان هو impossible لان النمبر الاوليني اصغر. كنا بنعمل بورو وان. فانا هاعمل بورو وان يبقى الهول نمبر بقى عندي zero. طب الوان اللي انا هكتبه ده اللي هو مين. بص على الديناميناتر ده. كان four. اعمله plus two equals six. يبقى six over four minus three over four. ثاني. انا خدت بورو وان. وعملت ايه بعد كده. شفت الديناميناتر ده. اعمله plus the numerator. يبقى four plus two equals six. يبقى six over four. الديناميناتر بيتكتب زي ما هو. انا كل اللي بعمله بقول four plus two equals six. وبعد كده نعمل minus. six over four minus three over four equal three over four. ثاني. nine and one over six. minus four and four over nine. هنعمل اللي سيعمل لهم اللي هو هيكون 18. بنكتب ال nine وهنا الفور. هنا 18 وهنا 18 وهنا 18. 18 divided by six equals three times one equals three. 18 divided by nine equals two times four equals eight. انا مقدرش هعمل هنا. ال three minus eight. يبقى انا محتاجة اعمل بورو وان. يبقى ال nine دي هتكون eight. وبعد كده هتقول لي. 18 plus three. 18 plus three. ليه 21 over 18. minus four and eight over 18. ثاني. انا عملت ايه. اخدت بورو وان بقت eight. ال one اللي انا اخدته ده هو ال denominator. اقول ال denominator plus ال numerator. يبقى 18 plus three equals twenty one. نقدر دلوقتي نعمل minus. twenty one minus eight equals thirteen. over 18. eight minus four equals four. هي دي فكرة ازاي ان انا اقدر اعمل adding and subtracting the fraction. وميكس the number with different denominator. وبكيان نكون انت هنا من درس النهاردة. عربي تكونوا استفدتوا بيه وانتظرونا في الدرس اللي قاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.